النظام التركي ألزم بموجب مرسوم أعلن هذا الأسبوع المصدرين بتحويل معظم إراداتهم من النقد الأجنبي إلى الليرة في خطوة مفاجئة قد تؤدي إلى خسائر كبيرة للمصنعين بحسب ما يقول مسؤولون بالقطاع الصناعي فبموجب المرسوم المصدرون ملزمون بتحويل الثمانين بالمئة من إراداتهم من النقد الأجنبي إلى الليرة في غضون مئة وثمانين يوما من تلقيهم المدفوعات ما يكلف المصدرين ما بين ثلاثة إلى أربعة مليارات دولار بما في ذلك تكاليف التحويل ووفقا لبيانات البنك المركزي سجلت الشركات غير المالية عزا صافيا في النقد الأجنبي بلغ 215.9 مليار دولار في يونيو وهي تحتاج لعملية أجنبية للوفاء بالتزاماتها بينما قال مصدرون بأن الحكومة لم تتشاور مسبقا مع المصدرين الذين فجئوا بالإجراء الجديد عندما أعلن عنه في الجريدة الرسمية وفي ذات أسيا قال رئيس اتحاد المقاولين الأتراك طاهر تيلي أوغلو أن مقاولي الأشغال العامة على حافة الإفلاس ويريدون إيقاف المشاريع التي هي الآن في مراحلها المبكرة لتجنب الخسائر المتوقعة ويبحثون عن سبل لإنهاء عقودهم وأن 70% من الشركات الخاصة أوقفت مشاريعها بسبب انخفاض قيمة الليرة التركية تيلي أوغلو أشار إلى ارتفاع أسعار بعض المواد كالحديد مثلا إلى ثلاثة أضعاف مقارنة بالعام الماضي وتعتمد صناعة البناء في البلاد بشكل كبير على رأس المال الأجنبي والواردات لمواد البناء كما أوقفت شركة ديمي أول للإنشاء التي حصلت على عدد من مناقصات ومشروعات مدى الطرق في تركيا أعمالها دون أن تستكملها وسرحت ما يزيد عن 400 عامل بسبب عدم حصولها على مستحقاتها من المديرية العامة للطرق البرية وارتباطا كشف تقرير اقتصادي أن ديون تركيا البالغة نحو 438 مليار دولار تعاد النصف ديون على 20 دولة عربية وفقا لبيانات صادرة في تقرير المؤسسة العربية لضمان الاستثمار واعتمان الصادرات